اشتركوا في القناة 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 يفرض أننا ندروا هذه القراءات والقراءات قرأها الشعب المغريبي ككل وقرأها المهنيين اليوم يجب الحكومات تدخل في إطار تأمين هذه المبادرة التجارية والحفاظ على الدليرية والاقتصاد الوطني لأن اليوم كان ضرار كبير لدى المقاولات المقرية وكذلك نتوبة بالنسبة لنقابيين القطاع ومتتبعين للشأن النقل الدولي هل فتحتوا قنوات مع القنصوليات أو مع الحكومة المغربية؟ نحن لم نفتحوا النقاش مع القنصولية الدول في المغرب أو السفارات الدول كتبقى الوزارة الوصية وهي وزارة الخارجية لأن اليوم وكذلك رئاسة الحكومة والديبلوماسية المغربية هي اليوم التي ستفتح لأن الدرار يعمل القصاد الوطني بكل مكوناتها وليس كمهنية النقل المهنية النقل المتضرر الأول السائق المهنية المتضرر الأكبر ولكن هنا المقاولات المغربية وحدات تلفيف اليوم معدة مناطق المملكة هي اليوم كتعاني كذلك المنتجين خصا القطع الفلاحي القطع تحويل المنتجات الفلاحية والمنتجات الغذائية إلى مواد التصدير كذلك النشاط المجموعة المقاولات التي تنشط في نقل المجموعة المعدات إلى أوروبا وكذلك من أوروبا إلى المغرب من أجل توجيهها إلى إفريقيا هذه السلسلة اللوجيستيكية اليوم هي شيء بهمها على الطلب وتفتح المجال اليوم أمام مقاولات نقلية أجنبية التي تشتغل في المغرب مرخصة في المغرب أنها تنشط في هذه العملية السفدات من هذا الوضع الحالي وكذلك ضعفت حتى رقم المعاملات وحتى اليوم تكلفة أكثر بكثير لأن هناك خصاص وخصاص مغويل إذا عرفنا جميعا أن اليوم نحن في فصل الشتاء وكان طالب على مجموعة المنتجات الفلاحية ومجموعة المنتجات الغذائية للمغرب كان دائماً وأبداً وفي عز الأزمة الوبائية أنه بقاف الاستمرارية لم يوقف هذه التصاديرات لها الدول الأوروبية في إطار الشركات هذا القارع يكون لديه العكاس السلبي على مستوى ترويج السلع المغربية في أوروبا؟ بطبيعة الحال العكاس السلبي على كل سلسلة اقتصادية ولوجيستيكية تضررت لأنه عندما تتكلم عن السلسلة لأنه إلى حلقة تفقدات السلسلة كلها ممكن أن تزيد الأمن بالنسبة لك ما هو المخرج لهذا القارع؟ المخرج هو يجب أن يكون قرار سياسي اليوم كما قلت وانا متشبت بالموقف داخل المنظمة ديمقاطية المقرر الروسية أن الحكومة اليوم الحالية وزارة الخارجية ستتفاعل إيجابة مع هذا الموضوع ستنطف تفاوض هذه الدول وتلقى مخرج وحل لهذا السائقين المهنين وهذا المقاورة النقلية نحن لا نتكلم عن عموم الشار نتكلم عن أحد فئة معينة وتساهم في القيصاد الوطني إذا اليوم إذا كان بالفعل هذا النقل الدولي للبضائع والسلع والمسافرين عنده دور محواري من المغرب إلى أوروبا ومن أوروبا إلى المغرب في إطار إنعاش المبادرة التجارية فلا بد أن يكون تدخول الحكومة بكل مكونات ديبلوماسيا المغربية من أسل فلنقاش مع هذه الدول بخصوص هذه الفئة السائقين المهنين للنقل الدولي لأنهم متضررين ومن خلالهم تضرر الاقتصاد الوطني ماذا تقريبا عن نقل الدولي في المغرب؟ الأرقام غير مضبوطة وكانت أرقام تقريبية تقريبا اليوم أكثر من 150 مقاولة نقلية التي تشتغل في النقل الدولي مقاولة ومقاولة مقاولة ومقاولة مقاولة ومقاولة مقاولة مناسب الشغل المباشرة ومناسب الشغل غير مباشرة كان كذلك العملة الصعبة لأن اليوم إذا عرفنا بأن هذه التصادرات المغربية وهذه المبادرة التجارية تؤمن نسبة من العملة الصعبة لتدخل المملكة المغربية وكتناش المجموعة المجالات خصة المرتبطة بالمنتجات الفلاحية والغدائية والمواد الاستهلاكية والمواد الطازجة وكذلك شكرا سيم صلاف الشعون على قبول الدعوة وعلى تنوير متتبعي قناة أنفاس بريس شكرا لكم كذلك على الاستضافة وكنت منه وإن شاء الله رحمه رحمه أن الحكومة تفعل بشكل إيجابي مع هذا الموضوع لأنه أصبح اليوم على قبال السائقين المهنيين ومقاولة النقلية بصفة عامة متتبعي قناة أنفاس بريس إلى اللقاء في فرصة قادمة إن شاء الله موسيقى